إلى موسم قطف الزيتون تتصاعد حدة اعتداءات المستوطنين على المزارعين تارة من خلال منعهم من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون وأخرى من خلال الهجوم والاعتداء عليهم أو من خلال حرق وتقطيع مئات أشجار الزيتون كما حدث في أراضي بلدة كفرديك حيث أضرم المستوطنون النار في أكثر من 150 شجرة زيتون مثمرة هذا العام ونحن ننتظر هذا الموسم الجميل المعطاء فإذا بكل ما نملك في هذا الموقع قد حرق من قبل المستوطنين هذه الأرض عزيزة علينا هذه أرض زراعة تآباءنا وأجدادنا بكل صراحة لم أبكي في حياتي على شيء مادي إلا في هذا الموقع عندما شاهدت الزيتون وهي عروك الزيتون تحترك منذ سنوات تتعرض أراضي المزارعين الواقعة في المنطقة الشمالية من البلدة لاعتداءات من قبل المستوطنين حيث أصبحت هدفا يوميا لهم وما جرى من حرق للأشجار ما هو إلا استمرار لسلسلة من الجرائم التي يقترفونها وهي لا أملك ولا قطعة أرض إلا هي كامل المستوطنين بحرك الأشجار أنا لا إلي لا شجرة ولا أي قطعة أرض أمتلكها غير الكطعة هاي في حوالي 35 شجرة مثمرين كبيرين المجموعة حوالي يعني 70-80 عرك اللي كامل المستوطنين بحرك جميعا إلي ولا جاري ولا بنعمي قاطع الأشجار وحرقها وتجريف الأراضي الزراعية والاعتداء على المزارعين وإغلاق الطرق الزراعية جرائم يقترفها المستوطنون عاشية بدء موسم الزيتون لو يذكر الزيتون غارسه لأصبح الزيت دمعا لم يبقى زيتون لكن بقيت إرادة هؤلاء المزارعين وتحديهم للاحتلال ومستوطنيه وما يقومون به من اعتداءات من أراضي بلدة كفرديك محمد اشتاية تلفزيون فلسطين